بتهمة التخابر مع دول أجنبية يقبع الكثير من الصحفيين في سجون ميليشيا الانقلاب ومنذ سيطرة الميليشيا على صنعاء والمحاكم المختطفة لديها تقوم بإصدار أحكام غير قانونية ضد أغلب الأصوات الإعلامية والصحفية المعارضة لها فالمحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا أصدرت حكما بإعدام الصحفي المختطف يحيى عبد الرقيب الجبيحي حكم الإعدام الذي صدر منذ الجلسة الأولى والذي وصفه حقوقيون بالهزيل بررته المحكمة الإنقلابية بالتخابر مع دول أجنبية وتأييد ما تسميه الميليشيا بالعدوان كانت ميليشيا الحوثي قد دهمت منزل الصحفي الجبيحي واختطفته في السابع من سبتمبر من العام الماضي بعد أيام من اختطاف نجله حمزة ظل الجبيحي منذ ذلك التاريخ مخفيا بشكل قسري في سجون الميليشيا ضمن عشرات المختطفين المجهول مصيرهم حتى اللحظة لم يكن الجبيحي الذي عمل في سنواته الأخيرة مديرا لدائرة إعلام رئاسة الوزراء أول صحفي يتعرض للاختطاف فلا يزال ثمانية عشر صحفيا مختطفين لدى الميليشيا بحسب تقرير نقابة الصحفين اليمنيين منظر مراقبين يبدو المشهد في صنعاء مؤلما ومضحكا في آن فجماعة الحوث الإنقلابية المتخابرة مع إيران الراعية لتدريب شخصيات إعلامية وسياسية في بيروت وطهران هي ذاتها التي أصدرت حكما بالإعدام على صحفي مختطف لديها بتهمة التخابر والعمالة ترجمة نانسي قنقر